اش باش نقولكم واش باش نحكيلكم البابلك سبيكينج او فن الخطابة لاغ او غاتواغ بحر كبير اليوم باش نحكيو عليه بصفة عامة ونظرية وان شاء الله في فورماشيون اخرى اشتركوا في القناة انا شخصيا نعتبرها اهم عناصر لابد ان نركزوا عليهم الاسئلة اللي نجمو نسألوها لارواحنا كنبدو نحضروا في رواحنا هي لشكون باش نحكيو بمعنى اخر الجمهور على شنو باش نحكيو بالنسبة للجمهور لازم نعرفوه ونحبوه على خاطر اذا تحب تنجح كبابلك سبيكر يزمك تكون عندك فكرة على الاشخاص اللي باش تتوجه لهم بالخطاب متاعك وبالتالي تختار لهم الموضوع اللي ناسبهم موش اللي ناسبك انتي من غير المعقول انك باش تتوجه الجمهور من العموم مختلف في الثقافة متاعه في المستوى التعليمي في الاعمار وباش تحكيلو على موضوع تخي تكنيك اللي يمكن لازمك تحكيه مع ديز اكسباغ تحاول دونك تقعد ديما في السياق من غير ما تضيع الجمهور ببرشة تفاصيل التوازن مهم العنصر الثاني المهم في البابلك سبيكينج هو الموضوع اللي باش نختاروه اللي باش نحكيو فيه واختيار الموضوع يجم يكون سهل لكن تقديمه بشكل واضح افكار منظمة افكار متميزة خطر ناس كل تجم تحكي في موضوع راه لكن طريقة تقديم الافكار هو اللي يختلف من شخص لاخر لذلك نحاولو ان نخمو مليح في الموضوع اللي باش نحكيو فيه نحاولو نطرحو الفكرة بطريقة جديدة بطريقة مختلفة نحدو عناصر الخطاب بمتاعنا باش ما نطولوش في الخطاب ونضيعو الجمهور نحاولو زده ندعمو الافكار هذيك بامثلة واضحة وخاصة نحاولو انو في بالنسبة للأسلوب لازم نتمتعو برشة ثيقة في النفس ولازم زده تكون عندنا سيطرة على الموضوع باش يكون الحضور مبهر ويجلب اهتمام الجمهور لازم زده كي نحكيو الخطاب متاعنا يكون مفعم بالحماس وبالطاقة وقد ما تكون الطاقة متاعنا ايجابية قد ما ننقلوها للجمهور اللي باش يتفاعل معاق وباش يزيد يهتم بالحكاية اللي تحكي فيها ما ننساوش زده انو لازم نسيطروا على الجسد متاعنا لانو الجسد عندو زده لغة وبالتالي نركزو في الحركات اللي باش نبداو ننعملوها وقت احنا نتكلمو نركزو في التنفس متاعنا ونركزو زده في الرشاقة متاع الجسد خصوصا عند التنقل فوق الركحة بالنسبة للخطة والتخطيط اللي نجمو نعتمدوها في السبيتش متاعنا انا نقترح عليكم الموديل هذية اللي هو بسيط وسهل على خطر بشير تكز على مقدمة وخدمة بطبيعة الحال وفي زوز افكار رئيسية نحاولو نفسروهم بالباين نحاولو ندعموهم بامثلة باحصائيات يمكن فاما دي فيديو كل واحده طريقته خير من اللي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر